بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفن الصناعي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج التعليم الفني ومع طلبة وطالبات الصف الرابع التخصصات الميكانيكية شعبة صناعية أو الشعب الصناعية للتخصصات الميكانيكية مع مادة التصميم والدرس وصلات أجزاء الماكينات أعزائي الطلبة أحب أفكركم أن احنا اشتغلنا في الجزء الأول اللي هو الإجهادات إلا على وصلات اللحام بتاعتي جميع الإجهادات احنا خدنا الإجهاد دايما عبارة عن قوة على مساحة نشوف الوصلات اللي بتتكون منها الماكينات ووصلات الأجزاء اللي أنا بستخدمها في بعض الماكينات أو في بعض الحاجات المساعدة ليا عبارة عن إيه طبعا هو درس سهل وبسيط واخدناه في السنوات اللي فاتت في أولى خدنا جزء منه وفي تانية خدنا جزء منه وفي تالتة خدنا جزء منه لكن بنلمه كامل دلوقتي في التصميم عشان نبدأ نحسب الإجهادات والقوة اللي بتأثر على الوصلة دي بالزبط وقدر أحسب قطر العمود اللي أنا هصنع منه الوصلة أو أحسب المادة أو الخامة اللي هصنع منها الوصلة لأننا اللي يهمني إن الوصلة بتاعت دي تأدى عملها معايا بالدرجة الكافية والمطلوبة بدون خلل أو حدوث عطل مني وأنا شغال يعني لو نتخيل كده القاطرة بتاعتنا اللي هي بتجر كزا عربية من القطر وغير منه الوصلة اللي وصلة بين القاطرة وبين العربيات دي لو هي وصلة ضعيفة يبقى أول خطوة هنتروح مكسورة مني ومقاطلة الدنيا ووقف الطريق ما فيش حاجة لراحة ولا جاي يبقى هنا أنا بدرس تصميم ليه بركز تاني بدرس تصميم ليه لأنه من المواد المهمة لينا في التعليم الصناعي أن أنا بشوف نوع الخامة وبشوف قطر الخامة اللي أنا هستخدمها وبشوف الإجهادات اللي بتتعرض لها الخامة وببدأ أحلل كل جزئية فيها على حدة وبعن طريق القوانين بتاعتي أبدأ أصنع الخامة بتاعتي وأصنع القطر اللي المطلوب لي وأصنع القطر بالقوة اللي يتحمل الإجهادات اللي هتتعرض له هذا القوة فمن أول وصلات الأجزاء الماكينات أنا عندي وصلات قابلة للفك طبعا وصلات قابلة للفك بنسمها كده إن هي إمكانية إن أنا فك الوصلة أو أعيد تركيبها تاني عندي إمكانية إن أنا فكها من بعضيها أو أجمعها تاني طب والهدف من هذه الوصلة إيه؟ هو نقل القوة أو تكوين هيكل مركب من أجزاء موصلة مع بعضيها يبقى الوصلة القابلة للفك هي تتحلي إمكانية إن أنا فكها أو أعيد تركيبها ممكن أفك الوصلة المتجمعها من بعضيها أو أعيد تركيبها تاني طيب ليه الغرض من الوصلة دي؟ هو نقل القدرة بتاعتي أو النقل القوة اللي أنا عايزها أو بكون بيها جسم مركب من أجزاء متوصلة مع بعضيها لأن طبعا المكان اللي موجودة عندي دلوقتي أو المكان ذو الحجم الكبير مش ينفع أصنعه كله جزء واحد لأ ده أنا بصنع أجزاء وجمع الأجزاء دي مع بعضيها فمن طرق التوصيل اللي هي الوصلات القابلة للفك طيب أنواع الوصلات القابلة للفك عند نوعين مشهورين وموجودين عندنا بقول وصلة الشوكة أو وصلة الألووز يعني وصلة الشوكة أو وصلة الألووز نشوف مع بعض الرسمة كده قد الشوكة بتاعتها عبارة عن عمود زي ما انت شايف كده ولو طرفينهم عاملين زي الشوكة فبقول عليها وصلة الشوكة والعمود التاني بايت في قلبها هو وفي تقب أو عين بقول عليها عين ومسكين لتنين في بعض البنز يبقى عبارة عن وصلة الشوكة عبارة عن عمود مزود بشوكة والعمود الآخر فيه فتحة أو عين موجودة فيه بيبات بنز بالتنين عشان يوصل للوصلة ببعضيها ويديني الوصلة اللي انت شايفها دي طبعا الوصلة دي بتستخدم في ايه كلنا عارفين انها بتستخدم في الشد بتاعه او نقل قوة الشد بتاعتي زي ما قلت كده لو انا عندي قاطرة بتجر وراها مقطورة او عربية تانية او عربيات كذا عربية يبقى في كلها عربيها لا الوصلة دي والاتنين متوصلين ببعض زي ما انت شايف كده وصلة الشوكة بايت في قلبها العمود التاني اللي فيه فتحة العين بتاعتي او الفتحة بتاعتي اللي بيبات فيها الايه البنز بتاعتي يبقى هنا وصلة الشوكة عبارة عن وصلة زي ما انت شايفها والغرض منها نقل القوة بتاعتي او قوة الشد بتاعتي الوصلة دي عشان ما نرجع لهاش تاني بتتعرض لاجهادات ايه هي الاجهادات اول حاجة اجهاد الشد في العمود سواء العمود اللي هو في طرف الشوكة او العمود التاني اللي فيه العين يبقى هنا العمود ده بتعرض لاجهاد شد طيب اجهاد القص في البنز البنز من شد العمودين بينه وبين بعض ممكن يحصل له قص او يتقص بالاتنين البنز اللي مسبت الاتنين في بعض ممكن يحصل له ايه كسر فبقول اجهاد القص اجهاد التحميل بين البنز والعمود الحمل اللي عندي هيتحمله البنز والعمود كل ما زاد الحمل كل ما البنز والعمود هبقى عليهم ضغط جامد وهيتحمله قوة شدة عالية هتعمل لي اجهاد تحميل عليه طيب اجهاد التحميل بين البنز والشوكة برضو فيه اجهاد تحميل بين البنز والشوكة إجهاد القص الواقع على الشوكة من البنز يبقى هنا الشوكة نفسها مش البنز اللي ممكن يتكسر للواحد أو يحصل له قص لا ده الشوكة نفسها ممكن هي اللي تتكسر لو كان معدنها ضعيف أو مش بتحمل قوة التحميل اللي أنا حملتها عليه أنواع الوصالات القابلة للفك أو الموقات اللي احنا اشتغلنا فيها اللي هي الشوكة ووصلة الألووز يمكن تصميم هذه الوصلة بتحديد الحمل المحوري المطلوب نقله وبالتالي حساب الإجادات المختلفة ثم حساب الأبعاد المطلوبة لكل من العمود والشوك يبقى هي الغرض من الوصلة بتاعتي نقل حمل أنا بشد جزء الجزء ده لوزن معين أو حمله معين يبقى الوصلة بتاعتي دي بتشد الحمل بتاعي في اتجاه المحور بتاعها يبقى هنا الشد في اتجاه محور الوصلة بتاعتي لكن مش شد عمودي مش حملة بحطوط عمودة عليها وبشيله لا ده هو بتشد يبقى في اتجاه محور الوصلة بتاعتي يبقى هنا لازم أحسب الأحمال طيب الوصلة التانية اللي عندي اللي هي الألووز طيب الألووز دي من أكثر الوصلات شيوعا واستخداما وكلنا بنلاحظها في جميع الماكينات وفي جميع الأجزاء تستخدم في نقل كثير من الأحمال مثل الشد والعزوم وغيرها طيب فيه أشكالها؟ أشكالها ايه؟ أو الوصلة عبارة عن مصمار وصولة مصمار وصمولة مصمار وصمولة ووردة بينهم المصمار والصمولة المصمار متألوز والصمولة بتطربط عليه الألووز ليه؟ عشان تمسك للجزئين دول في بعض يبقى أنا وصلت الجزئين دول إزاي؟ عن طريق مصمار مصمار رابط في إيه؟ في صمولة وهنا في أبسط صورة لها هاي قطعتين من المعدن مصمار ألووز وصمولة ووردة يبقى أنا استخدمت مصمار بصمولة لوصل قطعتين مع بعض تاني ممكن وصلت بمصمار نافذ وصمولة مصمار نافذ يعني المصمار هيعدي من القطعتين كلمة نافذ يبقى المصمار طوله معدي من القطعتين اللي عندي وبربطه من تاني أما بالصمولة زي ما احنا شايفين طب ممكن يبقى المصمار مش نافذ آه قد القطعتين عندهم هنا معمول تقبه في القطعة الأولى وتقبه في القطعة التانية والقطعة التانية دي متقلوزة وهنا المصمار الألووز بتاعه بيبدأ يربط به لحد ما يربط لي في القطعة التانية ويجمعه للاتنين على ايه؟ على بعض يبقى هنا ممكن اوفر أنا على نفسي واعمل التقب اللي فوق ده واسع شوية مش محتاج لقلوز يبقى لقلوز في جزء واحد يبقى انا بوفر او بسهل في تكلفة الصناعة بتاعتي انا قلوز جزء واحد والجزء التاني اعمله تقب اوسع من قطر المصمار بحيث المصمار يبات فيه بالسهولة ويربط في الجزء التاني لما يجمع للاتنين في بعض يبقى هنا ده المصمار الاعمى او الغير نافذ يعني مش باين من تاني اما زي المصمار اللي احنا شفناه المتجمع بالصمون هنا وصلت الاووز برضو بس حاجة اسمها جويت يعني جويت يعني الطرف الاعلى دوت متقلوز والطرف الاسهل متقلوز والمنتصف بتاعي جزء من غير الاووز يبقى المصمار الاووز بتاعي هنا عبارة عن جزءين جزء الاعلى وجزء الاسفل لكن اللي في النص جزء غير الاووز فده بسميه جويت بيسبتلي الجزء اللي في الاسفل عن طريق ربطه فيه وجزء اللي في الاعلى بربط عليه صمولة اسبت اعمل احكام له او تزيادة تثبيت له في المصمار يبقى انا اقدر تجمع الجزءين مع بعض باستخدام مصمار بصمولة سواء نافذ او غير نافذ او باستخدام جويت بصمولة طب في حاجة تاني في وصلات دايمة يبقى دي الوصلات القابلة للفك اللي هي ايه الشوكة او وصلة الالووز طب الوصلات الدايمة اللي هي ما بتتفكش او انا بعملها او باستخدمها في الحالات اللي انا مش عايز ان انا فكها باستمرار يمكن الوصلات اللي فاتت انا ممكن اعرض اعرض جزء مثلا اركبه بعد شوية خلصت شغلي من عليه بشيله من على المكنة واركب جزء تاني يبقى دي وصلة قبل ان انا افك وباستخدمها باستمرار لكن الوصلة اللي هتبقى سابتة عندي اللي مش هتتحرك اللي هتستخدم بصورة مستمرة على المكنة بدون مش محتاج كل شوية افك واشيل فيها فبقول عليها وصلات دايمة ويمكن انواع الوصلات اللحم كان قاتل وصلات تناكب او وصلات تراكب او وصلات حرف تي او وصلات ركنية طبعا من الاسم من الاسم كده دي انواع الوصلات اللي انا باستخدمها بطريقة اللحم وصلات اللحم تناكب يعني الوصلتين قصاد بعض كلمة تناكب الوصلتين قصاد بعض كده اورة فقورة يبقى دا التناكب بتاعي دا الوصلتين قصاد بعض دا كده تناكب طب وصلات تراكبية يعني الوصلتين ركبين على بعض محطوطين فوق بعض وهالحم بالتنين تناكب يبقى اورة فقورة وهالحم بالتنين طيب تراكب فوق بعض وهلحم بالتنين طيب حرف تي يعني بالمنظر ده كده وهلحم بالتنين يمين وشمال يبقى هنا عملت وصلة ايه حرف تي طيب حركة دورانية وصلة دورانية يبقى انا باخد الدوران بتاع الكرفي بتاعي ده بعمله دوران بدل ما يبقى زاوية قيمة يبقى دوران عن طريق اللحام بتديره زاوية قشط او ميل بحيث ان يطلع شكل جميل وشكل دوران ونشوف الكلام ده ازاي بالثم وصلات اللحام بتستخدم في تسبيت وتوصيل اجزاء الماكينات بس بشكل ايه دائم او مستديم يبقى انا مش محتاج ان انا فكه غير قابل للفك وتتميز وصلات اللحام بالمتانة مقارنة بوصلات البرشام ده في وصلات دايما تانية اه بس بالبرشام ممكن جزئين اجمحهم في بعض بس بمصمار برشام بقامطة البرشام واجمع الجزئين في بعض بمصمار برشام دي وصلة دايما لان مش كله يبقى انا مش هبرشم حاجة محتاجة فكها بعد ساعة لا لو ان محتاجة فكها بعد ساعة يبقى هربطها بمصمار بصمولة وبعد ما خلص هفك المصمار واشيله لكن معنى ان انا حطيت برشام يبقى مش هقدر افك والا اذا اعمل ايه اطفش البرشام اوفرتكو او ابدأ ادخل فيه ببنطة ااكل البرشام خالص واشيلها يبقى انا خسرت برشام يبقى انا هنا بستخدم الوصلة اللي الدين معايا او تقعد معايا مدة طويلة فبقول الوصلات الدايمة وبقول بتستخدم فيه تاني في تسبيت وتوصيل اجزاء الماكينات بشكل دايم او مستديم وغير قابل للفك عندي والوصلات الدايمة اللي بتستخدم في وصلات اللحام بشكل دايم بتبقى امتن من وصلات اللي بتستخدم مسامير البرشام طب تيجي نشوف كده انواع الوصلات وازاي رسمتها ادي وصلتين الشكل التالي دوت يوضح وصلتين هم جزئين هم ملحمين مع بعض طبعا الاثنين في وش بعضهم زي ما انت شايف قورة في قورة فبقول دي وصلة تناكبية وصلة تناكبية دوت خط اللحام اللي معمول بين الاثنين خط اللحام وهو باين هنا درزة اللحام هي وبلاحظ ان اللحام او كمية المعدن اللي انا حطه الوسيط اللي مسك الاثنين في بعض اعلى شوية من مستوى سطح الوصلة او بمقدار الاتش المسافة البسيطة دي بقول عليها الاتش ده سمك الوصلة اللي انا بعملها وطول خط اللحام او طول الوصلة بتاعي بقول عليه LL اللي هو بساول به او يعتبر عرض الوصلة بتاعتي زي ما انت شايف على الرسم وهو وهنا قوتين القوة بتاعتي قوة شد بتأثر على الوصلة دي طبعا لو اللحام بتاعي ضعيف القوة اللي بتأثر دي هتبدأ تفصل للايه الوصلة او تكسر الوصلة يبقى لازم اللحام ده يتعامل بصورة جيدة براعي ان انا نضف السطحة كويس وبزنب الوصلة كويسة قصات بعضيها عشان ازبط لتنين قصات بعض وببدأ اكمل لحام للاخر وبنضفه في الاخر بحيس ما يبقاش فيه اي رايش او اي خلل او اي شروخ او اي سقوب او اي لمواخزة وساخة تمنى ان اللحام يمسك الوصلتين جيدا بصورة جيدة في بعض طبعا دي اللي يهمنا الجزء ده يهم الزمله بتوعنا بتوع العملي وهم شغالين بينضفوا الوصلة الكويس وبعدين يبدأ يلحم ما بلحمش مباشرة كلها عفار او تراب يبدأ يلحم لكن هنا احنا اللي يهمنا شكل الوصلة شكلها ايه تناكب وصلتين مع بعض والمادة الوسيطة بين الاتنين ايه اللي هي مادة اللحم اللي انا استخدمتها وهنا وازرا صمك الوصلة الاس وهنا الارتفاع بتاع مادة الوسيطة او مادة اللحم بتاعي عن الوصلة بسميه اتش الارتفاع بسيطة اللي طلع بيها عن الوصلة. وبقول دي وصلة تناكبية. الوصلة التناكبية دي انا قلت انها بتأثر عليها قوة. يبقى القوة بتعمل لي اجهاد. الاجهاد بتاعي اهو. او اجهاد الشد بتاعي. اللي هو السجمة بتاعتي. بتسوي القوة على المساحة. الا. طب المساحة بتسوي ايه? بتسوي السي في ال 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 حمته ده كله. سمك المادة الوسيطة اللي هو عبارة عن الاس زائد الاتش بتاعتي. ده كده السي. في ال ال دابليو اللي هو طول خط اللحم اللي انا عملته. وده السجما قول اللي هو جهد الشد المسموح بيه بيساوي تاني بيساوي البي على السي في ال ال دابليو. بقول لي والله الجهد ده هو المفروض ان يساوي اقل من اقل من او يساوي السجما قول اي اجهاد هيتعرض له الجزء ده او الوصلة دي المنتجة ده مفروض بيقل منها او بتسويها. طبعا احنا بنفضل دايما ان الاجهاد يكون المعدن بتاعي يتحمل اجهاد اعلى. فكل ما يتحمل اجهاد اعلى كل ما يكون الوصلة بتاعتي دي سليمة وكويسة. لكن ما باخدش الاقل فانا بفترض دايما ان الاجهاد بسوي اقصى اجهاد مسموح به. وبدأ احل ما اسألت على كده. طب الوصلة دايما الشكل التاني من انواع اللحام اللي هو الوصلة التراكبية. تراكبية يعني الاتنين فوق بعض زي ما انت شايف كده. وبدأت اقاملة بين الاتنين بالمادة الوسيطة بتاعت ايه? اللحام بتاعي. فين هنا السي بتاع اللحام? سمك اللحام الجزئي ده كده. ده كده سمك اللحام. وده الطول بتاع اللحام. ما انا هقول ان البي بتساوي السي في ال ال دابلو. يبقى ده السمك بتاعه هو. السمك اللحام بتاعي. والطول بتاعي اللي هو ال ال. ودي القوتين. وده سمك المعدن. ودي المسافة اللي المعدنين متراكبين على بعض فيها اللي هي ال دابلو. مسافة التراكب المعدنين على بعض. طب القانون بتاعي بسوي ايه? بقول professor вой am col. طبعا هنا لو حصل اجهاد القوة هنا هتعمل ايه? هتكسر وصلة اللحاء هتكسر ايه فعشان كده بقول اجهاد قص يعني هاقصل اتنين على البعض فهنا الاجهاد هنا يسمى جهد ايه جهد قص جهد القص اللي هو التاو بساوي ايه بساوي القوة على السي في ال ال دابل و تاني طبعا هنا برضو اقل من او يساوي اقصى اجهاد ممكن يتحمله المعدن التاو بتاعي ده اللي انا بحسبه للمعدن ده لازم يساوي الاجهاد او اقصى اجهاد هيتحمله المعدن وإلا المعدن اللي انا هصنعها او وسط اللحام اللي انا هعمله هتبقى ضعيفة عن اقصى اجهاد يتحمله المعدن وممكن تتكسر مني وانا شغال طيب في هذه الحالة ان السي ده تقريبا بتساوي 75 من مية من الملي يعني باعتبر ان السمك ده هو 75 من مية من الملي طيب هنا السي طبعا سمك اللحام زي ما احنا قلنا الاس اللي هو سمك اللوح الال اللي هو الطول او عرض اللوح طول عرض اللوح او طول خط اللحام اللي انا لحمته والتوقول اللي هو جهد القص المسموح به لمادة اللحام طيب دي كده وصلات اللحام وخلصنا منها خدنا وصلتين اللي هما التناكوبية والتراكوبية وطبعا الحرف تيه احنا عارفين شكلها ويه لو قوس دوراني او روك زاوية قايمة هعملها دوراني ازاي باعرفها وعملها طب لو انا جيت اخد البرشام البرشام عبارة عن او البرشامة بقول هي عملية وصل الالواح المعدنية انا بوصل طبعا الواح معدنية ببعضيها يبقى بشترط سمك اللوح المعدني طبعا يتناسب مع طول البرشامة اللي انا هستخدمها مش هجيب سمك اللوح معدني مثلا سمكه صنط ونص وقول لي هعمله بالبرشام استحالة البرشامة هتجيب معايا صنط ونص لا يبقى هنا بشتغل في السمك الضعيف او القليل اتنين ملي تلاتة ملي يبقى هنا عملية وصل الالواح المعدنية بعضها ببعض واصلا شبه دائم بقول شبه دائم مش دائم ليه لان انا ممكن في اي لحظة افور البرشامة وابدأ افك اللوحين عن بعض واشيلهم من بعض يبقى هنا سهل ان انا افكل ايه البرشامة بتاعتي ده مجرد بونطة شانور بتاعها هيدخل في البرشامة فرتك البرشامة وفك اللوحين عن بعضين يبقى بقولي هنا الواصلة شبه دائم لانها مش متينة زي وصلات اللحم اللي احنا لسه اخدنا طب يتم تحديد عدد المسامير للواصلة وفقا لمقدار القوة المؤسرة على وصلة البرشام يبقى كل مكانة قوة اللي هتأثر على الواصلتين اللي هتلحموا مع بعض المسامير البرشام القوة كل مكانت كبيرة كل مكان اكتر كل مكان انا محتاج ازود عدد مسامير البرشام عشان تديني متانة للواصلة اكتر طبعا انا براعي وانا بعمل البرشام انه قطر مصمر البرشام بيكون اقل من قطر التقب اللي انا هبرشم فيه لو الاتنين بساوا بعض هتبقى مشكلة عندي في البرشامة هتبقى انا وانا ببرشم تعبان وعمل اضغط على الامطة بصورة جمدة او بقوة عالية عشان ابرشم لكن لما ادي خلوص يبقى انا بدي حرية لمصمر البرشام انه يتضغط معايا ويتشكل الرسم من تاني يما عشان يمسك للواصلة مع بعضيه عملية البرشامة بتتعامل على طريقتين ياما على البارد ياما على الساخن وممكن ابرشم يدوي باستخدام الامطة بتاعتي او ميكانيكيا باستخدام مكان آلي للبرشامة الالية يبقى هنا البرشامة بتاعتي ياما بتتعامل على البارد او على الساخن يعني ممكن ابرشم مصمر البرشام بالطريقة البردة العادية بتاعت اليدوية باستخدام الابطة أبرشم البرشام بتاعي وممكن على الساخن أسخن بصمار البرشام وابدأ أعمله طرق أو تسخين ودق عليه لحد ما يتشكل الراس بتاعتي لو أنا هستخدم التسخين أو حاجة هتشكل بالتسخين وممكن البرشامة نفسيها يأما يدوي يأما الطريقة الميكانيكية استخدامات البرشامة طبعا عندي استخدامات عديدة للبرشامة والبرشامة من الوصلات المستديمة إن أنا بكون عند الرغبة أو إن أنا عند الإرادة إن أنا ممكن أفكها في أي وقت يبقى هنا الوصلات المستديمة التي من غير المطلوب فكها يبقى أنا ممكن أفكهاش وممكن أسيبها أستخدمها فكها يبقى هنا وصلة البرشامة بتبقى سهلة مقاها شوية إن أنا ممكن أفكها عن وصلة لو أنا استخدمت اللحاب بس طبعا مش في كل الحالات هقدر أستخدم مسامير البرشامة وأعتمد عليها لأنها قوتها مهما كانت أضعف من قوة اللحاب طبعا متستخدم في الخزانات أو البخارية أو المراجل بتاعتي اللي أنا بستخدمها في توليد الطاقة متستخدم في الإنشاءات الهندسية زي الكباري وبناء السفن ممكن أنا أستخدم فيها البرشامة بتاعتي لو أنا هستخدم صاج بقطر قليل طبعا هنا أشكال لمصمار البرشام عندي الرأس النص الدائرية والطول بتاعي أهو يصنع مصمار البرشام من الصلب الطري أو النحاس أو الألمونيا يبقى هنا الصلب الطري يعني سهل التشكيل أو النحاس أو الألمونيا له سلبة لو أنت شايف كده لو أنت بتلاحظ كده يعني القطر الأخير عند رأس المصمار تلاقيه تقريبا يعني أدخن بنسبة بسيطة من القطر في بداية المصمار يعني القطر مسلوب بالدرجة بسيطة جدا أنت يعني ممكن ما تلاحظهش بعينك المجردة لكن فيه سلبة بسيطة عشان تسمح لسهولة أن المصمار يبات في التقب اللي أنا عامله أو أنه يدخل في التقب اللي معمول عشان أبدأ أعمل عملية البرشامة ولو رأس مشكلة والرأس الأخرى تشكل بعد البرشامة زي ما أنت شايف هنا رأس على نص دايرة والرأس هي البروز بتاعي هنا فيه بروز والرأس مشكلة أقل منها هنا الرأس مشكلة بزاوية زاوية ميل ولتكن تلاتين درجة أو خمسة واربعين درجة حسب ما هو عايز يعمل الميل هنا الرأس عدلة هنا الرأس عدلة هنا الرأس برضو أخدها زاوية لكن الرأس التانية من تاني يامة دي بتبدأ تتشكل عن طريق عملية البرشامة نفسيها وتاخد شكل نص دايرة أو عدل أو حسب ما يطلع الشكل بتاعها لما أنا أجي أستخدم الأمطة أو بالبرشام الميكانيكي هنا الرأس دايما عندي واحدة متشكلة واليامة التانية بتتشكل أثناء عملية البرشامة القطر بتاعي ما هوش سابت طول المصمار القطر بتاعي ما هوش سابت لا ده فيه نسبة سلبة بسيطة بين بداية المصمار ونهاية المصمارة عند الراس دايما بالقطر عند النهاية أكبر من القطر عند البداية حتى يعمل لي عملية تسهيل لعملية تبييط البرشامة في مكانه لأن القطر بتاعي التقبي سابت لكن لو المصمار بنفس القطر هيبات معايا بصعوب نيجي نشوف عندي وصلتين فوق بعض وإزاي أستخدم مصمار البرشام عشان أمسك الوصلتين فوق بعض أدي وصلتينهم جزئين من المعدن وأدي مصمار البرشام بات من يمة دي الرأس المتشكلة وبدأت أضغط بالأمطة بتاعتي لما تشكلت تانية من الرأس فمسكتلي الجزئين فين في بعض هنا لو أنت تلاحظ الرأس ما تحت أدي الجزء أبارة عن مادة وأدي المادة التانية الصاجين أو لوحين من الصاجة هم أدي لوح وأدي التاني وهنا عملي عندي كم مصمار أدي واحد اتنين ثلاثة يا مستر دا بينين فوق مصمار واحد ما هو مصمار واحد لكن أنا ما خدت المسقط الأفقي للوصلة بتاعتي أنا لقيت نفسي دا أنا حطت فيها ثلاث مسامير ولكن هم على استقامة واحدة وعلى محور واحد ومقاس واحد فبنولي في المسقط الرأسي مصمار واحد طبعا كلنا واخدين رأس بفني وعارفيني الكلام دا لكن المسقط الأفقي بين لي من الوصلتين تم برشمتهم مع بعض أو وصلهم مع بعض باستخدام ثلاث مسامير برشام هنا أنواع الوصلات تنقسم وصلات البرشام حسب وضع الألواح طبعا هنا النوع الأول اللي انت شايفه دوت عبارة عن وصلة تراكوبية زي ما خدنا في اللحام برافو عليك لأن الاتنين فوق بعض المعدنين بيتين فوق بعض وبوصلهم عن طريق مصمار البرشام بس هنا وصلة مفردة يعني وصلة مفردة يعني الوصلة دي والوصلة دي هما الاتنين ما فيش ما فيش وصلة تالتة معاهم أو وصلة مزدوجة معاهم لما تيجي تشوف هنا الوصلة المزدوجة هذه وصلتين واستخدمت هنا خطين من مصمار البرشام عشان كده بقول مزدوجة هنا المفردة يعني مصمار البرشام على محور واحد أو استقامة واحدة يبقى الوصلة المفردة تاني عبارة عن أن مسامير البرشام كلها في محور واحد أو في خط واحد الوصلة المزدوجة خطين برشام عندي هنا مستخدم كم مصمار برشام ستة برافو عليك ست مسامير برشام قد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لكن في الرأس بقى نولي كام اتنين لأننا ماخدوا المسقط الرأس هيبلي ده على استقامة واحدة واحد وده على استقامة واحدة هيبلي مسقط واحد مصمار واحد يبقى هنا وصلة تراكبية تانية اللوحين الصاجة عندي قدي لوح وقدي لوح التانية اهو وبينهم مسامير البرشام اللي مسكاهم ست مسامير وبرضه بقول وصلة تراكبية بس مزدوجة لأننا عامل خطين من مسامير البرشام طب هنا وصلة اورة في اورة خلي بالك كده وصلة اورة في اورة قد المعدنين البتوعي او الصاجين بتوعي او الجزئين اللي انا عايز اوصلهم بمسامير البرشام طب دي اورة ف اورة اوصلهم ببعض زي في المبسلم البرشام بحط وصلة تانية اسمها غطى وخلي بالك من حاجة ممكن الغطى يبقى من فوق من يمة واحدة او من اليمة التانية. ممكن اغط غطة فوق وغطة تحت. واستخدم بمسامير البرشاب. لما اكون عايز ادي متانة اعلى للوصلة بتاعت. هنا جزئين اهم. اورة في اورة. منهم بخطة ولو انت اللاحظ. ادي المسقط بتاع اهو. ادي جزء. ودي الجزء التاني. دول عايزة لحمهم ببعض. حطيت وصلة تالتة اهيه. الغطة بتاع التالت. وده تعمل هنا خط لحام. وهنا خط لحام. يبقى هنا وصلة اورة في اورة بس بغطاء ايه واحد. ممكن بغطاء ايه. غطاء تاني. ويبقى هستخدم برضو مسامير البرشام. تمسك الغطيين. وبينهم الوصلتين اللي انا عايز امسكهم اورة في اورة ايه ببعض. طيب. لو انا جيت ابص هنا الابعاد الرئيسية لوصلة البرشام. طبعا الابعاد الرئيسية عمدي المسافة بين محور البرشام. لمحور البرشام التاني بسميها الايه? او بقول الخطوة بتاعت الايه? الخطوة البرشام بتاعتي او المسافة من المركز التقبلة ولاني او من مركز المصمار الاول لمركز المصمار التاني. دي بقول عليها الايه? الخطوة اللي بين البرشامة وبعضيها. طيب. المسافة اللي في الاول دي بقول عليها الهامش. الهامش اللي في بيضهة الصاج. لو تشوفنا الافق بتاع كده بينها هي عندي اللي ها مش بتاعه ما جيش ابرشم في بداية الصاج لا ده انا بسيب مسافة بين اول مصمار وحرف الصاج بتاعي ليه عشان الوصلة متينة ما يبقاش قريبة من حرف الصاج تبقى الوصلة رائبة ممكن اللي خبطة تكسرها المسافة بين مركز مصمار البرشام لمركز مصمار البرشام التاني اللي هي عبارة عن الخطوة بتاعتي هنا المسافة الميلة اللي انت شايفها دي برضو عبارة عن خطوة مصمار البرشام لمركز مصمار التاني هنا دي القوة اللي بتأثر عن البرشامتين او المعدنين اللي انا عايز اوصلهم او الصاجين اللي انا او اللحين الصاج اللي انا عايز اوصلهم بتحاول تشد عشان تفصل البرشام ده او تعمله قص طبعا لو القوة اكتر من قوة تحمل مصمار البرشام هيحصل فعلا قص المصمار البرشام ويتفصل اللحين عن بعض طيب هنا القيم اللي انا باخدها او براعيها لما اجا اصمم وصلات البرشام هنا بقول لي الايه الايه اللي هي بتسوي تي زي ما قلت لك الايه عبارة عن المسافة بين مركز مصمار البرشام لمركز مصمار البرشام التاني او مركز تقب لمركز تقب التاني دي كانت في الرأسي وكانت في الافق التي دايما اكبر من او تساوي 3D0 او 3D يعني بتساوي الخطوة دي بتساوي 3 اضعاف قطر مصمار البرشام شوف انا يعني هو مستيب لنا حاجة نعملها من دماغنا ده اللي المسافة بين الخطوة من مصمار البرشام الاول او بين مركز مصمار البرشام الاول لمركز مصمار البرشام التاني 3 اضعاف قطر مصمار البرشام. ليه? عشان ما اضعفش الوصلة بتاعتي بكتر مسامير البرشام طيب هنا اتيه واحد اكبر من او تساوي واحد ونص لاثنين قطر المصمار يعني مرة واحد ممكن اخدها واحد ونص في قطر المصمار قد المصمار مرة ونص وممكن ضعفه قطر المصمار دي قيمة الخطوة الحرفية للوح في اتجاه تأثير القوة الافقية يعني ايه يعني المسافة بين مصمار البرشام او المصمار البرشام وحافة اللوح المسافة دي عبارة عن واحد ونص قطر المصمار او اتنين في قطر المصمار خيمة الخطوة الحرفية للوح في اتجاه عمودي لاتجاه تأثير القوة واحد ونص في اتنين برضو قطر المصمار الخطوة الحرفية سواء في اتجاه موازي لتأثير القوة او في اتجاه عمودي لتأسين القوة برضو الخطوة الحرفية بداية اللوح وأول مصمار أو بداية اللوح ونهاية المصمار بتساوي من واحد ونص القط لاثنين مسافة القط طيب قيمة الخطوة القطرية التراكبية أو التناطحية لصف واحد يعني لو عندي صف برشام واحد قيمة الخطوة بين كل مصمار والتاني كام من ثلاثة لخمسة قيمة قطر البصمار طيب قيمة الخطوة والخطوة القطرية لبرشامة صفة أو أكثر من صفين بتبقى من أربعة لستة طبعا أنا بكبر المسافة لأن هنا أنا عامل صفين برشام يبقى أنا عامل تقوب كتير في الوصلة أو في اللوح بتاعي فمش عايز كتر التقوب تضعف لللوح فبكبر المسافة بين مسامير البرشام وبعضيها بين مركز كل مصمار والتاني عشان ما ضعفش من خامة اللوح في الآخ ومجرد القوة ممكن تكسر لللوح نفسه بدل ما تكسر مصمار البرشام يبقى اللوح نفسه دائم ويبدأ يتأثر مقام القوة اللي هتأثر عليه طبعا المسافات دي أو العبعات دي أنا برأيها إما باجي أعمل وصلتين هبرشمهم مع بعض طبعا الكلام ده اللي يعرفه مين الراجل الفني اللي هو زي حضرتك وزي المهندس اللي شغال معاك في الورشة أو زي المهندس اللي بشتغل في مصدع لكن العامل الفني العادي اللي في السوق ممكن يبقى المعلومة دي مش وصله ويشتغل اجتهادي فالوصلة اللي هيعملها هتبقى أضعف من الوصلة اللي انت هتقدر تنفزه ومن هنا أنا بقول لازم انت تكتسب المهارة والمعلومة الفنية اللي تأهلك انك تبقى راجل فني في السوق لان انت أمل البلد في تقدم النهضة الصناعية أو اللي البلد بتحاول تعمله انها تتقدم بالنهضة الصناعية في مجال بتاعنا اللي هو المجال الفني بتاعنا يبقى هنا التعليم الصناعي بتاعنا ده قائد النهضة الصناعية اللي البلد عايزة تكمل فيها يبقى انت لازم تكون مؤهل نفسيا وعلميا للكلام ده ما تشتغلش شغل اجتهادي حساب القوة والإيجادات المؤثرة على وصلات البرشام الاول عشان أحسب القوة والإيجادات المؤثرة على وصلات البرشام لازم أعرف أبعاد مصمار البرشام لازم أعرف قطر مصمار البرشام لازم أعرف تخنات الألواح اللي أنا هستخدم فيها الوصلة أو هستخدم فيها البرشام عشان أعمل وصلة لازم أعرف إزاي اختار المصمار من مجموعة تخنات بتاعة الألواح اللي هتتركب على بعضيها يبقى أنا مش أي مصمار هستخدمه لأ ده كل مصمار له قطر ولو طول معين ولو وصلة هيتركب فيها المصمار طيب نيجي نشوف الأبعاد بتاعتي بحسبها إزاي لو نتخيل كده وصلتين فوق بعض زي ما انت شايف على الرسم قدي وصلة متهشرة في اتجاه دوت والوصلة التانية في الاتجاه التاني يبقى أنا فهمت من التهشير اللي قدامي دوت إن دول وصلتين فوق بعض طب هنا تقب معموله وهنا تقب معموله بقول والله طول المصمار بتاع البرشام اللي أنا عايزه بيسوي ايه بيسوي الستي اللي هو سمك الوصلتين فوق بعض تخانة الوصلتين فوق بعض زائد ستة من عشرة مضروبة في قطر المصمار يبقى طول المصمار ما يقلش عن الكلام ممكن يزيد لكن ما يقلش عن ايه عن تخانة اللحين فوق بعض زائد بضف له جزء عبارة عن ستة من عشرة في قطر المصمار اللي أنا هستخدمه او في قطر التقب اللي موجود عندي يبقى ما يجب لي وصلتين عايز اوصلهم ببعض بمصمار برشام بقوله والله تخانة الوصلة اللي قولها مثلا ملي وتخانة الوصلة التانية كمان ملي وبقى أنا عندي الارتفاع بتاع الوصلتين اتنين ملي طيب قطر التقب اللي انت عامله مثلا واحد سنتي او عشرة ملي يبقى أنا عايز فوق الاتنين ملي كام عايز فوق الاتنين ملي ستة من عشرة من الصنطي ده يعني عايز ستة ملي يعني عايز طول المصمار يبقى كام تمانية ملي طول جزء البرشام اللي هيتبرشم عندي هنا يبقى تمانية ملي يبقى هنا الاس تي عبارة عن ايه مجموع سمك الالواح وطول المصمار اللي هو الال بساوي مجموع سمك الالواح زائد ستة من عشرة في قطر المصمار اللي هيتبرشم به طيب طب ابعد المصمار تاني باستخدم القوانين التالية عند تحديد طول المصمار زور رأس الكروي زي ما انت شايف كده لو مصمار رأسه كروية زي ما انت شايفها كده ازاي احسب قطر المصمار قطر المصمار بسوي ستة رقم سابت في الجزر التربيعي لس تي يبقى انا بجيب القطر بتاع المصمار ده بحدده ازاي انا عندي القطر التقبي موجود بجيب الجزر التربيعي الاول بحسب قطر المصمار جزر التربيع لسمك اللحين اجمع سمك اللحين على بعض واجيب جزر التربيعي بتاعهم واللي يطلع اضربه في ستة يديني قطر المصمار اللي هستخدمه طب قطر التقب قطر التقب اللي انا المفروض اتقبه بقى عشان ابايت في المصمار اللي انا حسبته قطره ده بسوي ايه بسوي واحد وستة من مية في قطر المصمار يعني قطر التقب لازم يكون اكبر من قطر المصمار البرشام هنا حساب القوة او الاجادات المؤثرة على وصلات البرشام هنا الحمل المحتمل للوصلة ايه الاحمال اللي ممكن تأثرلي على الوصلة انا دايما عندي الوصلة بتاعة البرشام بتتعرض لحاجتين قوة شد او قوة قص يبقى قوة الشد اللي بتأثرلي على اللحين بشد اللحين في بعض طب وقوة القص فين اللي بتأثرلي على مسامير البرشام نفسها اللي ممكن تكسرلي مصمار البرشام لنصصين لو القوة زادت عن احتمال مصمار البرشام طيب يبقى مقدار الحمل الخارجي الامن خلي بالك الذي نستطيع تحمله وصلة البرشام او لتستطيع تحمله وصلة البرشام دون ان يحدث لها تلف او انهيار يطلق عليها مقاومة الوصلة يبقى مقاومة الوصلة هي تساوي مقاومة مسامير البرشام للقص أو مقاومة اللوح للشد وعند زيالك نستنتج النتيجة بتاعتي بتقول إيه إنه مقاومة المسامير للقص على مقاومة اللوح للشد بتسوي الواحد الصحيح ليه لإن الاتنين بيسوي بعض يبقى هنا مقاومة الواصلة هي مقاومة مسامير البرشام للقص نتيجة للقوة اللي بتشد اللوحين عن بعض أو مقاومة اللوحين نفسيهم لقوة الشد اللي بتشدهم عشان تحاول تفصلهم عن بعض طيب المقاومة المسامير للقص على مقاومة اللوح للشد بتسوي الواحد الصحيح هنا وصلت القورة في القورة زي ما قلنا أنا ممكن أستخدم غطاء واحد أو غطاءين يعني بحط حاجة صاج وسيط بحيث إن أنا سبت التمرينين اللي في وش بعض بالصورة دي كده أنا عايزة أستخدمهم معدنين وصلتين كده عايزة أوصلهم بمسامير البرشام طبعا الطبيعي لو أنا جبت مصمار برشام هنا ومصمار برشام هنا قال لا الوصلتين مفقوقين لا ده أنا بحط مادة غطاء تاني كده من فوق وببدأ ألحم مصمير البرشام هنا والحم مصمار برشام هنا خلاص الوصلتين مسكوا في بعض لأنهم مسكوا في وصلة سبتة اللي هو الغطاء اللي أنا بقول عليه ممكن يبقى غطاء واحد من اتجاه واحد سواء من فوق أو من تحت وممكن يبقى غطائين من فوق ومن تحت يبقى هنا هذه الوصلة تبقى بغطاء واحد أو غطائين كما يمكن أن يكون البرشام موجود في صف واحد أو في صفين وهنا تناول الوصلات بقى الأول كده وصلت أورا في أورا طبعا أورا في أورا احنا قولنا الاثنين قصاد مع يبقى هنا هنا لازم أستخدم غطاء يا غطاء واحد يا اتنين طالما أورا في أورا لو أنا هستخدم وصلات تركوبية فوق بعض زي ما خدنا في اللحام يبقى ممكن ما استخدمش غطاء وباستعانى بمسامير البرشام مباشرة وهوصل للجزئين لأنهم ركبين كده كده فوق بعض طيب لما أجي أحسب وجود طريقة حساب أبعاد هذه الوصلة المذكورة يمكن اعتبار هذه الوصلة مكونة من وصلتين شفة على شفة يعني ركبين على بعض ويكون سمك مادة الغطاء مماثل لللوح يعني ما جبشي أنا عند اللوحين اللي أنا عايز أوصلهم ببعض دول اللوحين الأساسين بتوعي ما رحش أجيب لوح أدخد منهم عشان أوصلهم ببعض لأ أنا أجيب لوح تقريبا نفس السمك أو ممكن يبقى أقل منه لكن ما جبش لوح يبقى تخانته أكتر من تخانة المعدنين اللي أنا هوصلهم أو اللوحين اللي أنا هوصلهم ببعض ده دي حاجة وسيطة مجرد أن أنا بحطها عشان أمسك لتنين ببعض بسابير البرشام بس يبقى أنا مش محتاج تخانة أعلى يبقى هنا عرض الغطى بتاعي بيكون أربعة في واحد ونص دي يعني بسوي ستة دي يبقى العرض بتاع الغطى اللي أنا أحطه أو العرض بتاع اللوح الصاج اللي أنا هسبته يعني اللوح الصاج اللي أنا همسك باللوحين فوق بعض كده لو أنا عندي لحينهم فوق بعض بالطريقة دي كده لحين صاجهم أورة في أورة كده طب نحط الغطى فوق منهم كده العرض بتاعي لازم يسوي ستة في مقدار قطر التقب اللي أنا همق عامل بيه مصمر البرشام يعني قطر التقب لو 1 سنتي بضربه في ستة يبقى العرض ستة سنتي تقريبا أنا بدي مثال رقبي عشان نتخيله لكن مش بحفظ أرقام أنا بحفظ القوانين السبتة اللي عندي بس لكن مفيش أرقام سبتة طب وصلت الأورة في أورة ذات غطائل صف واحد أو أكثر من البرشام يفضل هذا النوع من الوصلات ليه؟ لأنه في قوة تحمل أعلى لأنه عندي صفين برشام عندي صفين برشام أحسن من صف واحد يبقى قوة التحمل بتاعة المسامير هتوب أعلى وهتتحمل قوة شدة أعلى يبقى هنا هتبتفضلها ليه؟ لأنه بتحمل قوة تحمل المسامير لأجهات قص أكبر مقارنة بالوصلة أورة في أورة ذات غطاء واحد طيب الـ F بتاعتي أو القوة بتاعتي بحسنها إزاي؟ بتساوي المساحة المعرضة لقوة الشد أو لقوة القص في التاو في الـ N طبعاً أنا عارف أن التاو عبارة عن إجهاد القص والـ N عدد الألواح اللي أنا بوصلها والمساحة اللي هي عبارة عن الـ B في الـ D تربيع على أربعة أو ممكن أقول الـ B في الـ R تربيع في نص القطر تربيع بس لكن معنى أن دي تربيع يبقى لازم أقسم على كام؟ على أربعة عشان يبقى أنا أشغال على نص القطر برضو يبقى القوة بتاعتي بتساوي المساحة في إجهاد القص في عدد الألواح اللي أنا برشمتهم في بعض عند لوحين أو تلاتة طب واحد تاني بقول لي يا بستر هو عدد الألواح يفرم معي طب ما مخدتش اللوح ده ليه؟ أقولك لا ده الـ N هنا مقصود بها عدد مسامير البرشام اللي أنا استخدمتها ما تخليش الكلام يغلطك لا الـ N هنا هو إيه؟ عدد مسامير البرشام اللي أنا هستخدمه فين؟ في الوصل والإجهاد إجهاد القص اللي بيأثر على مصمار البرشام زي ما أنت شايف كده في الرسمة مصمار البرشام هنا ما تحملش القوة بتاعتي وبدأ يحصل له كسر أو تكسر خالص هو تفصل من بعضه الجزئين بدأوا يرحلوا عن بعض دليل إن المصمارين تكسروا وبدأوا يتحركوا أو الجزء بدأ ينزلق على بعضه يبقى أصبحت الوصلة سيبة وماهيش مسكة معايا تاني القوة بتساوي المساحة المعرضة للإجهاد في إجهاد القص اللي بيأثر على مصمار البرشام في الإن اللي هو عدد مسامير البرشام طيب لو وصلت القورة في القورة وصلت لحين قورة في قورة زاد غطائين فإن مقدار الحمل للوصلة بوسطة عدد إن من البرشام عدد من مسامير البرشام بتساوي إيه؟ القف بتساوي إتنين في باي في دي تربيع على أربعة في التاو في الإن أنا ضربت هنا في اتنين ليه؟ لأن هنا إيه؟ غطائين يبقى ما يكون غطائين بضرب المساحة في كام؟ في اتنين لكن لو غطى واحد يبقى المساحة باي دي تربيع على أربعة بس طبعا وصلت قورة في قورة لإجهاد القص في البرشام تكون مزدوجة وتساوي إتنين في البي دي تربيع على أربعة ليه؟ تعالوا نفهم كده إحنا ضربنا في اتنين ليه؟ عشان الوصلة فيها غطائين يعني مصمر البرشام اتعرض للقص مرتين شوف أنا عملت المساحة هنا إيه؟ المساحة اللي تقصت من مصمر البرشام مرتين لكن لو غطى واحد يبقى الكسر في حتة واحدة لكن هنا الكسر حصل في النقطة دي بين الغطى لولاني ووصلت اللحمة هي والغطى التاني ووصلت اللحمة فهنا الكسر متكرر برتين المساحة اللي عندي اتعرضت لإجهاد القص مساحتين مش مساحة واحدة نخلي بالنا من الحاجات دي لأن في المسائل ممكن يلخبطني أو يحاول يشت التفكيري بحيث أن أنا أغلط وأنسى أعوض عن مساحة أو أكتب مساحة واحدة في بعض الأحيان لا ينهار البرشام يعني البرشام يفضل متحمل وما يتكسرش أو ما يحصلوش قص تحت تأثير إيجاد القص ولكن يحدث له انهيار سطحي يعني انهيار سطحي يعني السطح بتاعه يبدأ يتأثر من القوة أو راس المصمر اللي متشكلة اللي انت شايفها الدورانية دي أو العدلة أو اللي بزاوية تبدأ تتاكل أو تتأثر معايا يحدث له انهيار سطحي نتيجة الضغط المتولد على سطحه الخارجي من جراء الاتصال مع معدن اللوح في زي الحالة تصبح الوصلة سائبة نتيجة التشوه الذي يحدث للسطح الاستواني الخارجي للبرشام ويعرف هذا النوع من انهيار السحق السحق هنا لكني عملت صنفرة جبت مبرد شديد وروحت عامل سحبة على سطح الوصلة رحت واكل راس مصمر البرشام طب انا مكلت مصمر البرشام ما انا عارف يا مستر ان القطر بتاع مصمر البرشام اقل من قطر التق اصبحت الوصلة سائبة معايا لان اللي مسكها راس المصمر من اليمادي والراس التانية اللي تشكلت من تاني يما هم دول اللي مسكين الوصلتين في بعض نيجي بقى حساب الحمل المحتمل لوصلة البرشام لمقاومة اجهاد التحميل او الضغط على البرشام لو انا عندي برشامة مسكة لوحين زي ما انت شايف في بعض كده ادي لوحة وادي اللوحة التانية البرشامة دي مسبتة لتنين في بعض ازاي احسب اجهاد الحمل بتاع او اجهاد الضغط على البرشامة دي بقوله ايه والله قطر البرشامة اللي هي المسافة دي كلها قطر الدايرة دي عبارة عن قطر مصمار البرشام او قطر البرشامة اللي هو الدي سمك اللوحة اللي هو التخانة بتاعت اللوحة اللي عندي والسجما سي اجهاد ضغط الصحق المسموح لمادة البرشام اللي انا هقدر الاجهاد اللي هيقدر يشلي راس مصمار البرشام بقوله عليها سجما سي او اجهاد الصحق بتاعي الان اللي هو عدد من مسامير البرشام لكل خطوة انا شغال فيها او لكل شريحة أنا بشتغل فيها بشوف عدد المسامير كان هنا ازاي احسب مساحة مصمار البرشام او مساحة الجزء في الواصلة اللي انا هعمل لها او في اللوح اللي انا هعمل له مصمار البرشام بقولي المساحة بتسوي قطر المصمار في الصمك بتاع اللوح يبقى قطر المصمار في الصمك او اديه في الصمك دي بتديني المساحة المعرضة للإجهاد بتاعة الضغط اللي عندي أو إجهاد السحق اللي عندي جبه هنا المساحة بتاعتي بتساوي القطر في الإس اللي هو السمك في عدد مسامير البرشام بتطلع بالملي متر المربع ومساحة الجزء اللي هيتعرض للإجهاد أبارة عن قطر المصمار في سمك اللوح باعتبارها زي مستطيل أكني بحسب مساحة مستطيل باعتبر القطر ده أكنه طول والسمك بتاع اللوح أكنه العرض بتاع المستطيل يبقى القطر بتاعي أكنه طول المستطيل وسمك اللوح هبارة عن العرض بتاعي يبقى القطر في السمك هيديني مساحة المقطع المعرضة له طب لو أنا عندي أكتر من مصمار بضرب في عدد المسامير يديني المساحة الكلية لعدد المسامير اللي موجودة عندي نشوف حساب الحمل المحتمل لوسطة البرشام يلاحظ ان الحمل المحتمل للوصلة بوسط N من البرشام يبقى الـ F بتسوي السجما سي في D في الـ S في الـ N اللي هي المساحة اللي لسه إيه حسبنا ومن هنا أقدر أجيب القوة اللي بتأثر على مصمار البرشام أو أقدر أجيب الإجهاد اللي هو بساوي الـ F على المساحة أو القوة اللي بتساوي الإجهاد في المساحة بالعلاقة دي والعلاقة دي اللي أنا بقدر أحل عليها المسال طب هنا تعرف قوة احتمال الوصلة بأنها مقدار أقصى حمل يمكن أن تتحمله الوصلة دون انهيار أو دون أن يحصل للبصمار البرشام عندي أي انهيار وكده حبيبي نكون قدرنا ناخد وصلات أجزاء الماكينات سواء القابلة للفك زي وصلة الشوكة أو وصلة عمود الألووز أو وصلة القابلة الوصلات السبتة زي البرشام وزي وصلات اللحام وقدرنا ناخد بعض القوانين اللي هنستخدمها في حل المسائل إن شاء الله في الحلقة القادمة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقة النهاردة واستوعبتوا وبرضو أنا مستنى منكم رسائلكوا أو الجزء اللي مش مفهوم بحيث أعيدوا معاكم أو نشتغلوا مرة تانية مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته